خليني أخد هذه المكالمة مرة أخرى أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهوى سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار سلام ونعمة المسيح معك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك كل سنة وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب طيبين بمناسبة أحلى عيد عيد قيامة الرب يسوع لكل المجد اللي بموته أعطانا حياة وبقيامته صار لنا نصر على الخطيئة وعلشان وقت البرنامج أنا عايزة أجاوب على سؤال حضرتك حطيته في البرنامج لماذا يقاوم الصليب؟ أجاوب بنقطتين لأن حضرتك وفيت وكفيت أول حاجة لازم نعترف أنه لو كان هذا الصليب شيئا عاديا لم يكن يقابل بهذه المقاومة لكن لأن الصليب هو المحق الرئيسي أو مربط الفرس لفداء الإنسان وخلاصه من العقاب الأبدي وهو النار فلذلك يجب أن يقاوم من إبليس لأن عدوه الخير كان ملاك بس ساقط سقط عارف وفاهم تماما أنه الله أعد هذه النار ليه والملائكته وعلشان كده هو عايز يبزل قصارى جهده عشان ياخد أكبر قدر من الناس معاه لهذا المصير الأبدي المليء بالعذاب تاني نقطة لازم نعرف أن موضوع الصليب عند بعض الناس المقاومين غير مستساغ آه غير مقبول آه غير منطقي آه يعني اللي عايزين نوصله النهاردة أنه ممكن يكون هذا يعني الصليب فوق العقل لكنه حتما ليس ضد العقل هتقول لي أيعقل أن الله يموت هقول للحضرتك الله لا يموت لكن الله في نفس الوقت لا يقدر أن يغير كلامه لأن حضرتك وإنت راجل بتقول كلمة لا ترجع فيها فكم وكم الإله العظيم الذي قال من البداية أن أقرة الخطية هي موت فهل يقدر أن يأتي عليه وقت ويقول لا خلاص أنا غيرت القانون بتاعي حاشة طبعا هو يؤكد أن أقرته قابل خطية هي الموت ولذلك حتما عليه أن يوجد حلا والحل ينبغي أن يكون من إنسان بس بلا خطية والوحيد الذي بلا خطية في رأي جميع الأديان هو الرب يسوع أو عيسى بن مريم بلغة القرآن لذلك هذا ليس تعصبا مننا أن نقول ليس بأحد غيره القلاص لأنه هو الطريق الوحيد وأحط تحت الوحيد مليون قط الذي وضعه الله للخلاص وآخر حاجة أختم بها كلامي هي نصيحة لإخواتي اللي بيسمعوني ولسه متعسرين في قبول الصليب من فضلك كلمه هو اركع على رجليك وقول له يا رب أنا عايز أعرف الإله الحقيقي لأنه مع احترامي بكل رجال الدين قصاوسة أو شيوخ مفيش حد هينفعك في اليوم الأخير أنا هقف وحضرتك هتقف بمفردك أمام الديان العادل وإحنا كمان في عصر التكنولوجيا المليئ بالمعلومات بمجرد ضغط الزر فأنا وأنتم بلا عزر فمن فضلك ما تضيعش الوقت يا أخويا المشاهد ولأنه إله حي يعني بيسمع وبيتكلم فأنا أؤكد لك أنك لو كنت مخلص في معرفة الحق حتما وأكيدا سيجاوبك ولما تسمع صوته ما تأجلش قرارك في قبول الصليب لأن الوقت بيمر والعمر غير مضمون فإذا كانت أقرة الخطيئة هي موت الخبر الصار اللي تكملت الآية دي أنه هبت أو عطية الله هي الحياة الأبدية وده كله بسبب محبته العظيمة اللي ظهرها على الصليب على فكرة مش للمسيحيين فقط لكن للعالم كله وأنت وأنت من ضمن هذا العالم هل تقبل هذه المحبة؟ والرب يبارك آمين آمين شكرا شكرا جزيلا أخت نهال فعلا ربنا يباركك وأنا أصلي وأكرر نفس الدعوة هل تقبل؟ هل تقبل؟ هل صليت؟ لأنه حكت جملة كتير كتير مهم ما في حد رح يشفع لك فأنت مهم جدا أنك تعرف الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم يلا شو راك اليوم أنه تكون واحد مثل هؤلاء الملايين الملايين اللي صدقوا فكرة الصلب وراجعوا إلى يسوع المسيح وكما قالت أنه المسيح هو مش للمسيحيين أصلا كلمة مسيح اتعرفت بعدين بعد فترة زمنية كانت في أنطاكيا سوريا دعوا مسيحيين أولا في أنطاكيا ولكن كان مجيء المسيح لكل العالم إلا قوالي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر